اشتركوا في القناة واتهامات لامريكا بانقاذ ميليشيا صالح والحوثيين دراع ايران قتلى وجرحى حوثيون في تعز والبيضاء ومدفعية الجيش والمقاومة في الضالع تدك اوكار الميليشيا في دمت اهلا بكم قال المتحدث بسم الجيش الوطني العميد روكن سمير الحاج ان نجاح خطة كسر الحصار جزئيا عن مدينة تعز بفضل الله والابطال والدعم اللامحدود من التحالف العربي مؤكدا ان معارك التحرير الشامل تستمر لاستكمال تحرير المحافظة حسب الخطة المرسومة واضف في لقاء خاص مع قناة يامن شباب ان الجيش الوطني وبدعم من التحالف العربي يحقق تقدما في الجبهات وعلى مساوى بنائه كجيش وطني احترافي مغاير كليا للجيش العائلي الذي اسسه المخلوع صالح واكد ان الجيش الوطني اليوم على تخوم صنعها وان التقدم هناك حقيقي وليس شعارا فقط مشيرا الى ان معارك الحدود يحاول المخلوع والانقلابيون من خلالها تقديم رسالة انهم لا زالوا يمتلكون القوة فيما الذي يحدث في الحدود القاء مقذوفات للميليشيا لقتل المواطنين وفي اغلب الاحيان تسقط على مقيمين داخل الاراضي السعودية الحدودية وما يدعو عن انجازات للمتمردين في الحدود هو صناعة وهم لاتبعهم وقال العميد الحاج ان الايام القادمة واعدة بانتصارات كبيرة للجيش الوطني في معركة السعادة العاصمة وتحرير باقي المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين الجيش الالمني ليس له اي خيار الا الدخول للعاصمة الصنع ودخول للعاصمة الصنع لا يعني نحن لسنا قوة غازية نحن في الاخير ابناء هذه البلد وابناء هذه المحافظة فقط الخيارات الاخرى لعلكم تابعتم كل ما يتعلق بالسياسة اغلقه المتمردون تماما واخرها التحركات الوحادية التي تنسف كل قرارة مجلس الامن وبالامس ايضا كان هناك تصريح للمخلوع يقول فيه انه كل مخرجات الحوار الوطني عبارة عن خيانة وطنية معناه اننا امام خيار وحيد يعني تركت فيه الخصم قبل ان تقتنع فيه انت وهو الخيار العسكري لقيت المبادرة الامريكية لحل الازمة في اليمن استياءا في صفوف الشارع اليمني وتعز على وجه الخصوص حيث وصفها مواطنون بانها عملية انقاذ لمجرمي الحرب في اليمن جاءت في وقت اشد فيه الخناق على الانقلابيين لتعيد خلط الاوراق وفي استطلاع ليمن شباب عبر مواطنون وسياسيون واعلاميون عن الانكشاف الواضح للمبادرة الهدفة الى انقاذ الذراع الايرانية في اليمن والمنطقة ممثلة بميليشيا الحوثيين الارهابية لكن اراء الشارع العام تذهب الى امكانية تحقيق ارادة اليمنيين من خلال التركيز على العامل الداخلي والمضي الشعبي والعسكري لاجتثاث الانقلابي وانهاءه ما تابعناه بالامس في المؤتمر الصحفي الوزير الخارجية الامريكية ووزير الخارجية السعودي يشير الى ان الاستعمار الامريكي حريص جدا على حماية من يتظاهرون بانهم اعداءه والمثل يقول لا تقول لي شيئا ولكن دعني ارى لان كل ما حصل هناك التقدمات لجيش الوطني وانتصارات سواء في صنعة او في تعز كل ما هبت امريكا لنجدة هذه الميليشيات هنا الشعب اليمني يرون تماما ان لا حل مع هذه الميليشيات الا الحسم العسكري والحسم فقط نجد انه عندما تتقدم المقاومة نشاهد ان هناك تدخلات اجنبية وروسية وامريكية والكل يحاول انقاذ الموقف وانهم يعني يحافظون باسم بمسميات عديدة انهم يحافظون على اليمن هم يهتفوا بالموت الامريكي بعينما هم يقتلون ابناء الوطن ابناء اليمن وامريكا تعلم بهذا الشعار ان هذا مقرد مسرحية امام العالم فقط وهم الان يتدخلون لانقاذهم لانقاذ مليشيات الحوثي وعفاش جماعة الحوثي العصابات الحوثية هي العصة التي تريد ان تسلطها امريكا على رقاب الشعب اليمني ولكن الشعب اليمني لن يرضخ لهذه العصة ولن يرضخ للضغوط الامريكية الميدان هو الذي سيقول كلمته صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هجوما عنفا لمليشي الحوثيين والمخلوع صالح الانقلابية على مواقعها في عدد من الجبهات بمحافظة تعز وقال مصدر عسكري ان مواجهات شرسة اندلعت في الجزء الغربي من جبلهان اثر هجوم شرس من قبل مليشي الحوثيين والمخلوع وتسلل العديد من عناصرهم وتحت غطاء ناري كثيف وبمختلف انواع الاسلحة وبحشود كبيرة في محاولة لاسعادة جبلهان وقطع خط الضباب الا ان رجال المقاومة والجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم واجبارهم على الفرار بعد تكبيدهم خسائر بشرية كبيرة فيما لازالت المليشيات واصل تعزيزاتها الى مفرق شرعب كما صد رجال المقاومة والجيش الوطني هجوما للميليشيات في المكلكل وحسنات وبيت الدكاترة بصالة وحي الدعوة القريب من القصر الجمهوري شرق المدينة هذا وتعرضت مواقع المقاومة والجيش الوطني في الضباب والشقب شرق صبر والصلو ومقبن غرب تعز لقصف بمختلف انواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل ميليشي الحوثيين والمخلوع وبحسب المصادر اسفرت المعارك عن مقتل واحد وعشرين وجرح العشرات من عناصر الميليشيا فيما سشد سبعة وأصيب خمسة وعشرون من رجال المقاومة والجيش الوطني جراء الاشتباكات أعلن رئيس الفريق الهندسي في محافظة تعز العميد الرقم مهندس طاهر قائد أحمد أن قرابة مئة ألف لغم زرعتها ميليشي الحوثي والمخلوع الانقلابية في محيط تعز وضواحيها فيما يعد كارثة بكل معنى الكلمة وفي تصريح ليا من شباب دعا الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية مد يد المساعدة لمحافظة تعز بالأجهزة اللازمة لنزع الألغام مؤكدا أن الفرق الهندسية قامت خلال اليومين الماضيين بانتزاع أكثر من مئة لغم من الألغام المضادة للدروح التي زرعتها الميليشيا من الألغام بالنسبة للألغام الذي تم نزعها من تاريخ 13-8 إلى اليوم هذا في بداية فتح الخطوط الغربية يتعبر إلى مئة لغم من الألغام الكبيرة المضادة للدبابات والألغام الخاصة بالأفراد التي استهدف الأفراد ميليشيات الحوثي والمخلوع زرعت في ضواحي تعز العديد من الألغام وتصل تعدادها إلى مئة ألف لغم وتعتبر اليمن الآن بالدرجة الثانية بعد السودان من ناحية زراعة الزراعة الألغام تحت الأرض منظمات حق الإنسان المختصة في مكافحة الألغام وتتبع القريمة هذه تعتبر 20 منظمات تتبع الألغام المتحدة وعلى رأسها منظمة هيومان رايس ويتش وهذه المنظمات تقيم القريمة بأنها قريمة حرب من الدرجة الأولى طبعا القريمة هي قريمة حرب من الدرجة الأولى وكذلك أن اليمن موقعة على ثلاثة برتكولات لمنع الألغام وتدميرها في اليمن تدمير نهائي ننادي ونناشد المنظمات الدولية ومركز الأمين العام وسكرتير الأمين العام الممتحدة المختص بمحاربة الأسلحة المحرمة دوليا أن يرسل مندوب لرصد حقم الكارثة الموجودة في تعز وكذلك الدعم للفريق الهندسي المختص في نزع الألغام في تعز بالأجهزة الخاصة بنزع الألغام والمعدات كذلك ومن هنا من منطقة الضباب أحيي وأشكر الأخ قائد المحور الأخ خالد فضل وأشكر الأخ صادق سرحان لدعمها من الفريق الهندسي والأخ كذلك الأخ المحافظ وأشكر قوة التحالف وفي محافظة البيضاء صدت المقاومة الشعبية هجوماً نفذت ميليشة الحوثيين وصالحة الانقلابية على مديرة الزاهر وأوضحت مصادر محلية أن المواجهات التي اندلعت بين المقاومة من جهة وبين ميليشة الحوثيين وصالحة الانقلابية من جهة أخرى التي كانت تحاول تقدم باتجاه منطقة الميليشة أسفرت عن مقتل خمسة وإصابة سدة آخرين من الميليشة ذكت مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بجبهة مريس أو كار الميليشة في العرفاف التابعة لمديرة دمت بمحافظة الضالع وقالت مصادر في المقاومة إن مدفعية الجيش الوطني استهدفت تجمعات للميليشة في منطقة الحامري رداً على قصف الإنقلابيين للأحياء السكنية هذا وشهدت مناطق التماس بالجبهة قصفاً متبادلاً بشكل متقطع بالأسلحة المتوسطة بين عناصر الميليشة المتمركزة في التهامي وناصا من جهة ورجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى الحاج محمد سعيد الهادي من أبناء مريس بمحافظة الضالع قصفت الميليشة منزله بقذيفة دبابة وأصيبه ورفض المغادرة من مزيد من التفاصيل مشاهدنا في هذا التقرير يتساءل عن القصف والإصابة ويبحث عن إجابة الحاج محمد سعيد الهادي قصفت ميليشيا لإنقلاب المتمركزة في العرفاف منزله بقذيفة دبابة والواقع على مداخل يعيس بمريس في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع ما تسبب في أضرار بالغة بمنزله وإصابته بجروح بالغة لينزح أولاده عقب القصف إلى أماكن آمنة لكنه رفض المغادرة وقرر البقاء متحدياً آلة الموت الحوثية قدائف ميليشيا الحوثي وصالح تحقق أهدافها كل يوم فمن لم يسقط شهيداً أو يريحا تضرر منزله وتولد الرعو بين أفراد أسرته الرحبة وسواً ويعيس ورمى أكثر القرى تضرراً بالله عليكم مرحباً من هذا الحق المواطن بهذا السواري الحق الكواديش هذا عمل الميليشيات الإجرامية الصفويين كلهم قدني نتيجة قصف الميليشيات على منطقة مرئيس نطالب المنظمات العالم المنظمات الحقوقية والعالمية أن توسق ذلك ونحن عندنا توثيق ذلك الميليشيات ومن مدينة دمت كثفت في الآوينة الأخيرة قصفها على الأحياء السكنية قصف أدى إلى تعطل أعمار ألف ومائتين أسرة وصارت تعيش وضعاً إنسانياً صعباً بحسب إحصائية حقوقية الأمن الغذائي والأمن الصحي أصبح في تدور مستمر جراء الحرب العبثية التي تشنى هذه الجماعة على هذه المناطق المدنيين أصبح يفتقدون لممتلكاتهم لمزارعهم قصف مستمر للأحياء السكنية والحصيلة شهداء وجرحى مدنيين ودمار للمنازل وترويع الآمنين ليضاف ذلك إلى مسلسل جرائم الإنقلابيين من منطقة موريس عبدالعزيز الليث ليمن شباب الطالع وادي الضباب من أهم المتنفسات السياحية لسكان مدينة تعز ظل الوادي المكسوب بالإخضرار والمعروف ينابعه المائية الكثيرة وتنوع ما يزرع فيه مغلقا على مدار أكثر من عام ونصف بسبب حصار ميليشيا صالح والحوثيين للمدينة أزيد من التفاصيل في تقريب تالي بعبارات الرفض هذه هم يطلبون الحياة على ضفاف النهر في وادي حنى غرب تعز يلعب الأطفال وبين الأشجار وفوق الجبال تتنفس عشرات الأسر الصعداء بعد أن تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من تحرير منطقة الضباب من ميليشيا الحوثي وعصابة المخلوع الحمد لله أننا خرقنا وشمينا هذه الأقواء الرائعة والأكثر من رائع في وادي حناء الحمد لله نحمد الله ونشكره بعد الحصار الذي خانقنا فيه الحوثي الضباب جنة تعز يتوافد إليه آلاف سكان المدينة منذ الساعات الأولى لتحريره وتأمينه في رحلة البحث عن نسيم الطبيعة وجمالها التي حرم منها أهالي تعز لأكثر من خمسمائة وخمسة وأربعين يوما قضوها وما زالوا بين القصف والخوف والحصار ما علينا أن تضباب منذ سنة محاصرين داخل المدينة اليوم عرفنا فرحة إحنا اليوم عرفنا بالعيد ما شدر هذا عياد لن نعرفهم اليوم عرفنا حقا بالعيد فضل المقاومة مجهدهم نشكرون المقاومة الشعبية وكل أبطال القيش الوطني تمتزج براءة الأطفال بجمال الطبيعة فتكون لحنا تغنيه العصافير وتطرب به مدينة تكالب عليها حقد المستبدين وعداوة المتمجدين وإجرام العبيد نحن حاصرنا لأنه كاننا نحن جالسين بالشماسي حاصرنا لأننا ما نقدرش نخرج الشارع ولا حاية كاننا نقلس بالبيت الطفلة نور تبحث عن الحياة بشغر وسط سيل يتدفق على براءتها المفأمة بانتهاكات ميليشيا الموت التي قصفت منزلها في حي الشماسي وسط المدينة يفتقد الأطفال إلى الحدائق والمنتزهات بل يفتقدون إلى الحياة التي حاربتها ميليشيا التمرد تارة بالقصف وأخرى بالحصار هي فرحة لساعات يقضيها الجميع هنا فبمجرد عودتهم إلى المدينة سيكون أهدافاً لقذائف الميليشيات وحصارها من باقي المنافذ بعد أن تمكنت المقامة الشعبية من كسر الحصار جزئياً عن مدينة تأز في الجبهة الغربية وجد هؤلاء متنفساً يعيد لهم الحياة من جديد عبد العزيزة بحاني من شباب تأز إذن نسأل الله أن يديم هذه الفرحة على وجوه هؤلاء الأطفال مشاهدين الكرام تقرير آخر ومن عدن هذه المرة فالمتحف الحربي في هذه المدينة معلم أثري طالته أهلة الحرب الطائفية مرتين في حرب 94 التي شنها صالح على الجنوب وفي حربه التخريبية مع جناحه الديني ميليشيا الحوثيين وحربهم الغاشمة على عدن التي اندحروا منها منذ أكثر من عام مزيد من التفاصيل في هذا التقرير المتاحف من أهم المعالم الحضارية التي يمكن للزائر من خلالها الإطلاع على الأرث الحضاري والثقافي لبلد ما لأنها باختصار توتيق لحقبة من الزمان لم نعاصرها كما أنها سجل للتاريخ الحضاري والثقافي للشعوب منذ القدم لم تسلم الآثار والمعالم الثقافية في عدن من التخريب الذي أنتهقته ميليشيا الحوثي والمخلوع حيث عمدت على تدمير الكثير من المعالم التاريخية والأثرية في المدينة وبمختلف الطرق المتحف الحربي في المدينة القديمة كريتر أحد أهم معالم المدينة ورموزها الثقافية التاريخية كان له نصيبه من هذا الدمار بني المتحف أبان الاحتلال البريطاني لعدن في بداية القرن التاسع عشر كأول مدرسة للبنين تصميم هندسي فريد أهله أن يكون معلما تاريخيا وثقافيا تم تحويله إلى متحفا في سبعينيات القرن الماضي هذا المعالم التاريخي يجب إحضار أحقاره والطراز المعماري مثل ما كان سابقا ونطالب الحكومة ونطالب الشعب بوعيه أن يطالب الحكومة أن تعيد بناءه بنفس الطراز المعماري السابق يعتبر المتحف الحربي أحد أهم معالم المدينة الذي حفظ فيه أهل عدن آلاف التحاف والقطع الأثرية التي تحكي تاريخا طويلا للمدينة عمرها مئات السنين لكنه تحول بفعل التدمير الممنهج الذي مارسته الميليشيات أثرا بعد عين بنزعتها التدميرية ولم يكتفوا بهذا بل قاموا بسرقة ما تبقى من محتوياته النفيسة استهداف الإنسان وستهداف الإنسان ليس بشخصيا إنما كحضارة كاملة من مباني من آثار من كل شيء استهداف المتحف الحربي لم يكن وليد الصدفة فقد استهدف في حرب صيف 94 وتم العبت بمقتنياته وبعد قهد جهيد من قبل الشرفاء والحريصين على ثرات المدينة وعيد افتتاحه ليأتي حقد المخلوع مرة أخرى ويدمره لينفت القهل المتأصل فيه حارما أجيانا قادما من ثرات مدينة يحكي تاريخ عصور عمرها أكثر من مئات السنين لقناة يمن شباب ابتهال الصالح عدن مشاهدينا نختام نشراء إليكم أبرز مجافية المتحدث باسم الجيش الوطني تحرير تاعز يسير حسب الخطة ومعركة السعادة العاصمة حقيقة وليست شعار هم يهتفوا بالموت الأمريكي بعينما هم يقتلون أبناء الوطن السياء شعبي من مبادرة كيري اتهامات لأمريكا بإنقاذ ميليشيا صالح والحوثيين دراع إيران قتلى وجرح حوثيون في تاعز والبيضاء ومدفعية الجيش والمقاومة في الضالع تدك أوكارا ميليشيا في دمت إذا مشاهدينا كان هذا كل ما لدينا في نشرة اليوم أشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة